قال تقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي في تعز أن توسع رقعة الحرب وتوقف مرتبات المعلمين أدى إلى تدهور الوضع التعليمي في تعز خاصة وفي اليمن عامة وأوضح المركز في تقريره أن حالة نزوح المستمرة زادت الوضع تدهورا حيث احتلت تعز المرتبة الأولى في تدهور الوضع التعليمي وبلغ عدد الطلاب النازحين والمهجرين 200 ألف طالب وطالبة وبحسب التقرير فإن عدد المدارس المدمرة جزئيا وكليا في هذه المدينة وصلت إلى 400 مدرسة